صلت مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على تقارير صادر على الأمم المتحدة يؤكد انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب بسبب استخدامها المفرط للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة وأوضح المقال أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن أن تكرار استخدام القوات الإسرائيلية للقنابل في مناطق مأهولة بالمدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاك صريح لقوانين الحرب الدولية مؤكدا ضرورة موازنة الأطراف المتحاربة بين حجم الضرر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء أي هجوم وبين المزايا التي سوف يحققها ذلك الهجوم وأنه ليس من المسموح به شن أي هجوم عشوائي على مناطق مأهولة بالمدنيين قبل توجيه انذار مبكر لهؤلاء السكان